من شاب عادي جدا راضي بالوظيفة العادية ومحبوب من صحابه والناس القريبين منه إلى يوتيوبر وصانع محتوى كاميدي يعرفوا الملايين ده العنوان الرئيسي لقصة محمول صاحب الفيديوز الكوميدية اللطيفة اللي بتجسد مواقف من حياتنا بشكل كاميدي ساخر محمود قدر يحول المواقف الحياتية العادية اللي بنقابلها في حياتنا لسكتش كوميدية لطيفة مواقفنا في الشغل والبيت ومعه صحابنا أو في الشارع أو حتى وإحنا رايحين نخطب أو نتجوز مفيش مواقف مش هيخليك تضحك فيه خالص عشان كده صاحب الفيديوز المليونية منورنا النهاردة في ستوديو ترانز أهلا بيك يا محمود ازايك؟ أهلا بيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ دخل الحالة ايه رأيك؟ مبسوط؟ الحمد لله أول حاجة عايز عارفها منك انت ازاي ابتديت؟ أنا بدأت في الأول أعمل فيديوهات مع نفسي كده اللي هو ما كانش فيه حد معي فيها فبشوف موقف مثلا في الشارع فبيلفت انت باقيه فيه تفاصيل معينة فبروح بعمله قدام الكامير بس فيه مختلف شوية يعني تفاصيل مختلف عن الحدوط اللي أنا شفتها فبنزلها في الأول كانت موضوع عادي يعني الناس مش فاهمة ده مع الوقت تبقى لقيت الناس بقى ده يتفقى متحفظ الإفهاد ايه وبتاعه فالموضوع اتطور بعد كده طيب ايه اول فيديو انت نزلته او عملته اول ما انت بتجيل صفحتك؟ او اول فيديو اللي هو انتشر شوية يعني اه كان فيديو لما تحابل حد في الشارع انت بتبقاش عارف اسمه اه فبتبقى محرج تقوله انها مش عارف اسمك فبتبقى تقوله بقى ده كحاجة بتحصل لنا كلنا معروف وطبع عامل ايه بايشة عامل ايها كينج عامل ايها مدرسة فالموضوع ده بيبقى مهلفت للانتبقى اللي قدامك ان هو مش عارف اصلا يعني مش عارف اصلا ببتبقى يبديد درجة بقى ان انت مش عارف اسمي فتعملت قوله في ايها كينج ويخطوط ايها ملك ايه اكتر فيديو عمل نسب مشاهدة عندك؟ اه كان فيه فيديو بتاعه لما يركب لما تبقى سواء اوبر وفي زبونة تركب معك وتبقى خايفة ان انت تخطفها مسلا او تاخد منها اعضاء فطول الوقت ايه متربصة في الموضوع خشي مين الجاي فانت ما تخشي شايفه زحمة مسلا فتخش اللي بعد وطولك ايه انت رايح فين باية فده الفيديو اللي زوت يعني في الريتش في الاول عمل كم مشاهدة تقريبا؟ عمل العشرة مليون ما شاء الله بس عبليه كان في فيديو تاني لما تبقى انت من الممتعة شعبية وتقعد في كنباوين دي اسم فانت جاي بثقافة الكمباوين فتبقى واقف في الدور الاول فالريح واللي جاي عمل ايه يا خد انت رايح فين؟ عبوك عامل ايه؟ فانت مفروض قعد في كنباوين دي اسم في الدور اول بس تيجي بثقافة الممتعة الشعبية طب لما انت عندك عشرة مليون شاهدوا او شاهدوا الفيديو بتاعك واحد من الفيديوز يعني انت كم فالور عندك؟ ايه 800 الف ازاي 800 الف والليون شب؟ ما هو الفيديو بانتشر اكتر يعني زي ان انت بتحطوا مثلا على فيسبوق؟ لا لا بيبقى موجود بس في ناس كتير بتشوفوا مش لازم بتكونوا في البيتج نفسها يعني الفيديو بانتشر لفعات كتير مش هما الاودينس اللي عندك اه بتشوفهم فيها اكبر فبيرجع هما تاني يدخلوا على البيتج بيبقى اكتر من البيتج يعني اه اه طيب الافكار بتاعت الفيديوز بيجيلك من فين؟ بتحضر لها ازاي الفكرة دي اساسا؟ ايه بتبقى حاجات عندك انت في ذكرتك اصلا مواقف ورا دي حصلت فانت بتبقى ساعتها مضغوط ومتدايق بس انما بتخدها بقى ان انت عايز تمثلها بتلاقي اللود اللي عليك ساعتها بيخف فبتطلحها بشكل كوميدي ساخر يعني طيب ايه اكتر شخصية قابلتها على الحقيقة واستفزتك وخليتك ان انت تعمل فيديو ساخر عليها؟ الناس اللي بتقعد عليها وصلا اش معنى؟ يعني بحس كل يوم فيه مشروع بيتهل وفيه احلام بتتبني في قعدة اهوة كده في حاجة حلوة اه بس هوم بيتنفس حاجة يعني تلاقي فيه احلام فيه فلوس بتتصرف وملايين بتروح وملايين بتدي في القعدة دي اه وينام يوصح اتاني يوم يتكلم في نفس الملايين وبيعملش حاجة هو بيجي وعد على القهوة يشربش وروح تاني بس هوم باخد الموضوع تحس فيه باور هو بيتكلم فالكراكتر دي بتقوم استفزة اهو طيب انت السكريب بتاعك بتكتبه ولا بترتجل وانت بتصور لا برتجل بترتجل كله بجيب تفصيلة بس الحدوطة نفسها اللي هحكي فيها وببتدي ارتجل بناء على اللاين اللي انا حطه فبحاول بس بس بحاول اجيب اللي هو الوردف ماوس اللي هو فيه فيه مختلف شيء طيب الناس اللي احنا بنسمع صوتهم في الفيديوز معاك ليه مش بنشوفهم بنسمع صوتهم بس لا اه وعشان خاطر ايه الناس خدت على كده بس في الفيديوهات وهو عشان موضوع بفير اكشن وفيه اكتر وهم مبسوطين بلا يعني مش مدقين يعني هم عارفة يعني الفيديوهات لما تكدر بيوسع شوية وبيبان فيه اشخاص كتير موضوع مختلف عن ما بتبقى انت كلوز عليك انت بس لان الحدوطة لازم بتبقى انت تلقى ايه فانا برد بناء على الموكف اللي بيحصل مش مش تمثيل كتمثيل سوشيال ميديا انت عندك معلومات وخبرة كتيرة جدا في مواضيع الجواز وما قبل الجواز كمان جبتها من هنا الخبرة دي منك ولا من صحابك يعني من صحابك اكتر الصراحة متعرضتش متعرضتش ايه الموضوع ده بس باسمع متحدات بتحصل كتير يعني فيه فنانين كتير جدا بعتوا لك ميسجز بيقولولك يعني فيها ان هم عجبهم الفيديوز بتاعتك وبيدعموك زي مين وإيه اللي حصل احكيلنا انا الموضوع ده الصراح كان حلو جدا انهم التشجابيه من حد يعني موجود يعني مثلا احمد امين بعتلي مثلا محمد عبر رحمن توتا ولسه مؤخرا تايسون بقى ده اللي انا كان اقيل كوم انت حيلة بقى اللي انت عبكوا عرفة لما تطلع من تايسون في الموضوع حلو جدا يعني في الحاجات دي طبعا صبرت فظيعة يعني طبعا موجودك في الشارع مع حدي بتصور معاك في الشارع فلا اول كنتش مصدق مثلا اول حد تصور معايا مثلا فوديل تقعد معا شوية بتقول انت بقى عرفني وجد بتحبني؟ اكيد مبسوطة مبسوطة حد شافك في الشارع بتصور معايا طبعا طيب انت لو اتعرض عليك ان انت تمثل تفتكر ان انت ممكن تخده التجربة دي ولا انت ما بتفكرش في التمثيل لا انا اصلا بعمل ده عشان كده انت عايز تمثل او بس الموضوع طبعا بيبقى صعب شويتين لكن مع السوشال ميديا بيبقى اسهل شوية فبلاقي الصراحة والحمد لله دلوقتي الامور احسن باقي تشاف اكتر والناس بقولك ايه الناس ممثلين ايه فانا ماجيلك منهم دعم فتبقى لطيفة جدا ساعت انت كتير انا عرفت ان انت بتحاول بقى لك فترة ان انت تمثل صح؟ او بقى ليه شوية تفتكر بيه لحد دلوقتي ما جالكش فرصة نصيب اكتر ومعها حتت برضو انا في حاجات يعني برفضة وما بروحش فيها قوي عشان خطر الورق مثلا بتاعها ببقاش الكوميديا في مصر صعبة جدا او طبع جدا وراء الكوميديا في مصر بقى صعبة ما فكرتش ان انت تكتب لنفسك كوميدي بقى ان انت بتعمل فيديوز لنفسك المحتوى بتاعك بحاول تبقى الخطوة الجاية دا لازم او انا بكتبش يعني هحاول بقى اكتب لانا فيه كذا حد يكلمني في الموضوع دا اني بيشوف قدامه على الشاشة حاجة فيه فيه سكيتش طالح حلو ففيه وراك تاية بقى اكيد هو بقاش فيه وراكة تاية بقى فيه وراكة الجاية اكتر طبعا بس هتتعلمها ان شاء الله قريب انت عملت حاجة عن الخيانة الزوجية اه طبعا تفتكر الفيديوز السخرة على مواضيع زي دي ممكن الناس تاخدها بحساسية شوية اه لو بيخون اه اخدها بحساسية اه اكيد لكن لو القرمشي عادية والطبعية هي اتحكي فيه ناس بتحطي في موقف زي دا فعلا دا حقيقي بس انا مش بقولي ازاي تغرب من الموضوع فهموا هو بشكل سيخر يعني مش بقولهم لما يحصل دا تعمل ايه اكيد يعني مش بتساعده بس اه لا لا مش بساعده بس ممكن حد فعلا يعني موضوع يشوفه لو هو لا عصنا مدي ردود يعني انت لو قلت دي لو هي شافت دا انت تقول ايه ساعدها بس بشكل كومدي يعني او مش ساعدها هو مبررات كومدية يعني مش هنصدق انا بقى عايزك تعمل لنا احنا بقى الستات فيديو نبقى عندنا كل الردود اللي ممكن الواحد الرجل يقولها لمراته او عايز يهرب من موقف معين لا صحبا او لا لازم تساعدنا خليك هنا شوية وهنا شوية كده كده طيب هل في حد مرة كلمك بسبب فيديو من الفيديوهات اللي انت بتعملها وقالك مثلا ان الموضوع دا مثلا بيحصل لهو شخصيا او اي حاجة اه في فيديوهات كتير يعني موضوع انا كنت تعمل فيديو مثلا حد واحد صاحبك بيحب بنت اوي وعايز يتقدم لهو اهله مش موافقين فهو شاف اكبر حد من صاحبه مثلا اللي هو يقدر يخش معاه يخش الاهل العروسة دي بيقعد معاه واللوم اصلا اهله تعبنين شوية وانا جيت معاه يعني على السيس نقرا فاتحة وكلم فالموضوع دا كان في حد عامله فعلا انا كنت عامله بشكل اكيد محصلش ده في الدنيا يعني بس قال لي دا حصل معي والله وراح معك صاحب ويتقدم ملاش حاجة يقولها بقى محمود انت تعرضت للتنمر وانت اصغر للتنمر لا لا حتى لو دا حصل بشكل بس ما ركزتش فيه الصراحة ممكن موضوع الجسم شوية دا وانت في المدرسة اه وبعدين دلوقتي انت طبعا اكيد كل الناس اللي كانوا بيحاولوا انهم يتنمروا عليك شايفينك دلوقتي من يعني عندك بيورشيب رهيبة على السوشال ميديا وعمل حاجات فضيع ولمها خفيف جدا في ناس بتاتخن دلوقتي اه في ناس عايز تاتخن دلوقتي لا الموضوع زمان غير دلوقتي الحمد لله قطواتك الجاية ناوي تعمل ايه نفس الموضوع موضوع التمثيل طبعا بس من غير ما سيب السوشال ميديا الصراحة موضوع اعرف ان ما حد يبقى موضوع مختلف برضو من الشاشة وبن السوشال ميديا في ناس بدأت تتابعك وعايزك على طول بشكل دايما تنزل بالجاية فمش ينفع مرة واحدة ديه لاخره استجناء امراحمة يعني اعتمنى طبعا يبقى فيه موضوع التمثيل ورق حلو ان شاء الله والسوشال ميديا برضو اه انا بتمنى لك كل خير وان شاء الله ربنا يوفقك ويعمل لك كل اللي نفسك فيه ونورتني النهاردة جدا جدا يا محمود وانا هدخل عاملك النهاردة فلا شاء الله اتفرج عليك شايدة والله اتشرفت بيك مرسي حلقتنا خلصت باي باي